احمد عاطف مبارح الحقيقة كان ملفت جدا ملفت لينا اللي احنا تابعنا مباراة الزمال الكويس مع فيوتشر يعني وملفت للجمهور لان مباراة فيوتشر مع القالي والزمال الكتحديدا بتبقى فرصة الناس تتابع كويس قوي اللعيبة فاحمد العاطف واضح انه فروت كويس قوي وده غير ما زكروش خصوصا انه عارف انه بيلعب بريميكر بيلعب على ناحة الطرف يعني ممكن يلعب نص ملعب ممكن يلعب على ناحة الطرف ممكن يبقى مواجم صريحة وبيحب النوع ده اللي يلعب بيه بقى في الملعب عايز يزوقه ناحة الطرف شغال عايز يزوقه ناحتي بقى فروت صريح شغال فالحقيقة طالب من الناس اللي معاه يبقى يعملوله تقارير كامل ووافي وشامل جدا واخدوا بالكم بيهدد محمد شريف لان محمد شريف دلوقتي مهدد انه مبقاش موجود في المنتخب مش بقول ده عشان شريف دايما لما بقوله الجملة دي بلحق مع جملة تاني ان شريف لازم ياخد ده دافع ليه انه يكسر الدنيا عشان يفرض نفسه تاني على المنتخب اوها تتأثر بالسوشيال ميديا تتأثر بانك ما جبتش جول في ماتش انك لازم تفضل طول الوقت شغال 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 عشان تفرض نفسك تاني فاحمد عاطف مني عند 24 سنة من ناشئين ودي ديجلك على فكرة كان ليه كان هدف الجمهورية في دولة الجمهورية وهو صغير ب19 جول احترف في نادي في اليونان اسمه أرجو تيليس ده كان برضو يتبع ودي ديجلك رجع من هنقاك من اليونان بسبب الكورونا بعد كده راح اعارة لفوتشر بنية البيع ولفت للانظار جدا خلال الفترة الاخيرة على فكرة الاهلي كان بيفاوضوا جدا والمفاوضات ما اكتملتش وممكن يبقى بعد كده مصار طلب قوي جدا من اليونان والزمالك لانه فعلا ولد صغير وفرود من الفراوضة اللعيبة ليه المستقبل كبير جدا تحت الكورة يعني يرضخ ما بحبش اللابز ده انما في الاخر وافق انه هو يسدد كل مستحقات اللعيبة بتاعت المتخب على فكرة من قبل حتى ميجي الجمال على اللام والمجبوعة بتاعته اللعيبة لها مستحقات كتيرة جدا من بدر من وقت اللاجنة بتاعت الكابتن او المنصر احمد مجهد فقال لهم كل الفلوس هتصرف الاسبوع الجاي خلاص يعني تم ضخ فلوس الحمد لله في خزينة الاتحاد الاتحاد الكورك احنا وصلنا سيمي فاينال كاس العرب فلوس داخلت كتير وصلنا فاينال افريقيا برضو فلوس داخلت كتير فقال لك انه الفلوس هتصرف كون لها بلا استثناء خلال الاسبوع المقبل كمان الجاز الفني طلب من الدكتور محمد ابو العلا الطبيب المنتخب يعني المحطين 30 لعيب قوام ده القوام اللي هيدخل منه اللعيبة اللي هيختاره كارلوس كريشلو مباراة السنغال أو مبارتين السنغال يعني فلازم يحط دايما في اعتباراته اكتر من عدد المطلوب حد يحصل له حاجة حد مستوى يهبط حد لقدر الله يصاب يحصل اي حاجة يبقى دايما عنده بدائل كتير فطلب تخرير طبية عن 30 وطلب تركيزه على 3 بالتحديد ايمن اشرف بسبب قصته واصابته وكمان يشوف قصة امام عشور لانه كان عنده كادمة مباراة جات له كادمة كده في مباراة في يوتشر كمان محمد الشناو لانه كان مصاب ورجع هل جاهز بنسبة 100% وطبعا بيتابع الدكتورة ابو العيلة برضو موقف احمد حجازي اللي استبعد نتيجة الاصابة اللي اصيب بيها في الكاسة الهم الافريقية وحتى الان لسه في مرحلة التأهيل للعودة